أهلا بكم بعث الله عز وجل الرسل على مر العصور لهداية البشر وكانت رسالة كل رسول خاصة لقومه عاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ولهذا السبب كانت معجزة كل رسول خاصة بقومه وزمانه زالت بزوالهم ومحيت برحيلهم عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ودعوته باقية إلى قيام الساعة فكان لابد من معجزة خالدة باقية تشهد على صدق رسالته فكان ذلك الكتاب المبين الكرآن الكريم فذلك الكتاب لا ريب فيه بكل أوامره ونواهيه قصصه وأخباره حدوده وعلومه هو هدى للعالمين وذلك الكتاب المبين هو شفاء ورحمة للمؤمنين وخسران للكافرين وذلك الكتاب لا ريب فيه اجتمل على كل غالي ونفيس ليس له مثيل في كتب المتقدمين والمتأخرين وذلك الكتاب لا ريب فيه فضله على سائر الكتب كفضل الله عز وجل على سائر المخلوقات وذلك الكتاب لا ريب فيه هو الكتاب السماوي الوحيد الذي لم يبدل ولم يحرف ولم يمسه بشر وهو محفوظ بأمر الله عز وجل قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وذلك الكتاب لا ريب فيه هو دستور ومنهاج حياة لكل مسلم وذلك الكتاب لا ريب فيه يهدي القلوب قبل العقول وحضراتكم تقدروا تتأكدوا لو شفتوا عدد المؤمنين به من غير المتكلمين باللغة العربية في العالم كل يوم وذلك الكتاب لا ريب فيه هو مرجع لكل الأدباء في البلاغة والنحو وحسن البيان وذلك الكتاب لا ريب فيه لكل من يبحث عن الحقيقة يجد ضلته في هذا الكتاب وذلك الكتاب لا ريب فيه للعديد من المستشرقين الذين درسوا القرآن لينتقدوه فآمنوا به ودخلوا الإسلام وذلك الكتاب لا ريب فيه حين استمع إليه رجال الدين من الكهنة والقصاوسة أدرجوا أنه كتاب الله وآمنوا به ودخلوا الإسلام أما كلمة ذلك فهي اسم إشارة للبعيد لعلو مكانة هذا الكتاب العظيم وجملة لا ريب فيه أي ليس فيه أدنى محل للشك والريب أنه كتاب من عند الله فمن هم المتقون؟ قال ابن عباس رضي الله عنه المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش يوجد في هذه الآية الكريمة النقط المثلثة وهي علامة وقف تسمى وقف المعانقة وهي تفيد جواز الوقف في أحد الموضعين وليس كليهما فيمكنك الوقوف في الموضع الأول أو الموضع الثاني فيمكننا قراءتها بالشكل الآتي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويمكن قراءتها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أما عن الهداية فهي نوعان هداية البيان وهداية التوفيق هداية البيان تكون بإرسال الرسل والكتب السماوية والمعجزات أما هداية التوفيق فهي من عند الله وحده ومثال على هداية التوفيق عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب كم كان حصنا منيعا للرسول ضد أذى المشركين طول حياته فلما حضرت الوفاء عم الرسول أبو طالب ذهب إليه الرسول محاولا أن يدخله إلى الإسلام ولو بكلمة ولكن الله لم يشأ له هداية التوفيق فمات على كفره ونزلت هذه الآية الكريمة لإضاح هداية التوفيق قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين جزاكم الله خيرا على حسن الإستماع